اشتركوا في القناة اقتحمت ميليشيا الحوثي دار الرئاسة والقصر الجمهوري وضعت الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية بمنزله في شارع الستين استطاع هادي الهرب والوصول إلى عدن وبدأ بتشكيل قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني هناك رضبت الميليشيا من الرئيس الشرعي وفاجأت الجميع باستهدافه بالقصف الجوي في مكر إقامته بقصر المعاشيق في عدن في الحادي والعشرين من مارس لكنه نجا واستطاع الوصول إلى المملكة بعدها بأيام بتزامن مع هذه الأحداث كانت ميليشيا الحوثي تفتح العديد من الجبهات في رداع والبيضاء وإب وتعز وباب المندب كل ذلك بالتنسيق وتسليم المعسكرات من قبل ألوية الحرس الموالية للمخلوع ونجله سيطرت ميليشيا الحوثي والمخلوع على أجزاء من مدينة تعز وتجهت جنوبا نحو لحج وصولا إلى محور العند أكبر قاعدة عسكرية في الجنوب كانت قلوب اليمنيين معلقة بين السماء والأرض وهم يرون من أسموهم بالغزاة يتقدمون بسرعة ومعسكرات الجيش تسلم لهم واحدا تلو الآخر قبل فجر السادس والعشرين من مارس حزت انفجارات عنيفة للعاصمة صنعاء وبعض المعسكرات الكبيرة التابعة للمخلوع وتم الإعلان عن عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية بطلب من الرئيس الشرعي عبدربو منصر هادي أربكت عاصفة الحزم أوراق الإنقلابيين ودمرت القوة الصاروخية الرئيسية لهم غير أنهم استمروا في التقدم العسكري نحو لحج وعدا وأبيا وغيرها في الثامن والعشرين من مارس سيطر الإنقلابيون على مضيق باب المندب الاستراتيجي والشريط الساحلي حتى ميناء ميدي في حجة وبالاتجاه نحو الشرق كان تنظيم القاعدة يقتحم السجن المركزي بالمكلة ويفرج عن 390 بينهم قياديون في التنظيم ولا يزال التنظيم يسيطر على المدينة حتى الآن خاضت المقاومة الشعبية بعدم معارك شرسة مع الإنقلابيين سيطر الإنقلابيون على قصر المعاشيك في عدم مطلع إبريل بعدها تشكلت المقاومة الشعبية بدعم من الحكومة الشرعية ودول التحالف وخاضت معارك مع الإنقلابيين في عدن وأبيا وغيرها من مناطق المقاومة تحسن وضع المقاومة العسكري خاصة بعد التنسيق مع طيران التحالف الذي كان يشكل غطاء جويا لها في العمليات العسكرية في السابع عشر من يوليو أعلنت الحكومة الشرعية تحرير محافظة عدم بالكامل من الميليشيا تلتها الضالع ثم لحج أبيا وأصبحت جميع محافظات الجنوب محررة وفي بداية أكتوبر أعلن الجيش الوطني وقوات من دول التحالف عملية تحرير مضيق باب المندب الاستراتيجي وتجهت صوبة عز المحاصرة بأحد عشر لواء عسكريا مواليا للمخلوع صالح والحوثيين بتزامن مع هذه الأحداث اشتعلت العديد من جبهات المقاومة في بعدان وحزم العدين وعثمى ودمت ومريس والبيضاء دارت فيها معارك شرسة بين كر وفر للطرفين أما مأرب التي كانت قبل ذلك وبعده حائط الصد المنيع أمام الانقلابيين فقد تحولت إلى منطقة عسكرية للتحالف والحكومة الشرعية خاصة بعد تحرير معظم أراضيها ووصول أسلحة كبيرة وحديثة إليها لا سيما بعد أن استهدفها الانقلابيون بصاروخ أودى بحياة تسعين جنديا بينهم ستون من جنود الدول التحالف في الخامس عشر من ديسمبر أعلنت الأمم المتحدة بدأ حوار سياسي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين يرافقه وقف لإطلاق النار لكن هذا لم يحدث وحققت المقاومة تقدما استراتيجيا بسيطرتها على معسكر ماس ومفرق الجوف والوصول حتى مشارف نهم التي تبعد عن العاصمة صنعاء قرابة ثلاثين كيلو مترا خبراء عسكريون يقولون إنما يقارب سبعين في المائة من الأراضي اليمنية تسيطر عليها الحكومة الشرعية وإن الخناك يضيق على الانقلابيين يوما بعد يوم خاصة بعد تعنتهم في المفاوضات السياسية يدخل عام 2016 والمشهد العسكري اليمني يبالغ التعقيد بين خيارات الحسم العسكري أو تسوية سياسية يقول مراكبون إنها ما لم تكن قائمة على مبدأ العدالة الانتقالية فإنها لن تكون سوى إيدان بجولات جديدة من الاحتراب المؤجل وضع يسوده الغموض والترقب خاصة في ظل التعقيد الإقليمي والدولي وخوف من أن تكون اليمن ملعبا لتصفية حسابات خارجية من خلال السنزاف أطراف بعينها خاصة مع مراوحة الوضع العسكري في تعز دون حسم وهي الجبهة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تمثل حجر الزاوية في المشهد العسكري والسياسي ومن شأن حسمها ترجيح موازين القوى لصالح كفة الشرعية